السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا العزاء. طلاب الصف الاول السنة وارجعنا لكم تاني في فيديو جديد. بنكمل في حل اسئلة كتاب الانتحان. النهاردة اسئلة الدرس الرابع في الباب التالت. الحلقة رقم واحد واربعين. هنحل فيها من صفحة ميتين تمانية وعشرين لصفحة ميتين وتلاتين. اسئلة المخالط المعلقات والغرويات والمحليل. اول سؤال في صفحة ميتين تمانية وعشرين. بيقول لي اختر الايجابة الصحيحة. رقم واحد المذيب في المحلول يقابله في النظام الغروي. زي ما انت عارف ان احنا عندنا محلول بيبقى فيه مذيب. وبقى فيه مذاب. المذيب بيبقى اكبر. والمذاب بيكون اقل. بيبقى عندنا غروي. بيكون في وسط انتشار وده بيكون اكبر. في حاجة اسمها الصنف المنتشر. طيب يبقى احنا عندنا المذيب بيقابله وسط الايه الانتشار. بيسأل عن المذيب بيبقى بالوسط الانتشار. سؤال رقم. اتنين تعتبر كل من حلوة الهلام ومسحوق التبشير في الماء. من الغرويات. سؤال رقم تلاتة. بل وسط الانتشار في مستحلة بالزيت والخل. زيت وخل. يكون في الحالة. وسط الانتشار. زيت وخل ده سائل. وده سائل. يبقى وسط الانتشار في الحالة السائلة. سؤال رقم اربعة. بول الدم نظام غروي من النوع. الدم غرو من? طبعا كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والصفاح ده ما وصلبه. والبلاز مسائلي فصلب فيه سائل. نروح بعد كده لسؤال رقم خمسة. يمكن تحضير الغرويات عن طريق قلب المرة ولا الانتشار والترسيب والهدرجة. طبعا الغرويات بيتم تكوينها عن طريق الانتشار والتكسيف. اروح بعد كده للسؤال رقم اتنين اسئلة علل السهلة الجميلة ديت. بقول لي يمكن التمييز بمجرد النظر بين المعلق والغروي. لان المعلق بتكون من طبقتين. وحجم دقائق المعلق بيكون اكبر. اما الغروي بيبقى يظهر كانه متجانس ولا يتكون من طبقتين. زي مسلا الرمل في المياه معلق بيبقى فيه طبقة رمل تحت. وطبقة مياه فوق. والغروي زي الدم فبيبقى كله يبدو كانه ايه? متجانس. السؤال رقم. اتنين يزوب سكر المايدة في الماء مكونا محلول. لان حجم دقائق او اكتر دقائق بتكون اقل من واحد نانو متر. بينما انتشر اللبن المجفف في الماء مكون غروي. لان اكتر دقائق تتراح ما بين واحد الى الف نانو متر. وتقول لي ده محلول لانه لا يمكن تمييزه به العين المجردة ولا بالمجهر بينما في اللبن يمكن تمييز مكوناته بالميكروسكوب. سؤال رقم تلاتة قدرة الغروي على تشتيت الضوء الساقط عليه ليكبر دقائقه عن اكتر المحلول. النظام الغروي حالة وسط ما بين المحلول والمعلق هنقول لان اكتر دقائقه تتراح ما بين واحد الالف نانو متر وبالتالي يمكن تمييز مكوناته بالميكروسكوب. اما في المحلول بتكون دقائقه اقل من واحد نانو ولا يمكن تمييزها به العين. وفي المعلق اكتر دقائقه بتكون اكبر من الف نانو ويمكن تمييزها بالعين. لا يوجد نظام غروي غاز في غاز. هنقول له لان الغاز في الغاز بيكون متجانس. وبالتالي يسمى محلولا وليس غرويا. نروح بعد كده لأسئلة سؤال رقم واحد. بول الدقائق المكونة للمحلول تبقى غير مرقية ولا مرقية ولا يمكن في صلاب الترشيح ولا بتشتط الضوء طبعا غير مرقية. السؤال رقم اتنين بيقول عند اضافة محلول هيدروكسيد السوديوم الى محلول حمض الهيدروكولوريكة تكون. طبعا لو عملنا هيدروكسيد سوديوم اني اي او اتش. فعلناه مع اتش سي ال. هيتكون عندي اني اي سي ال. زائد اتش تو او. طبعا ده ببقى اقوص. ده اقوص. ده اقوص. ده اقوص. ده ليكويد. هيطلع عندي قولوريكسوديوم ضيف في مياه. قولوريكسوديوم ضيف في مياه باسمه ايه? محلول. يتكون مخلوط يمكن تمييز مكوناته بالمجهر. هقوله لا. معلق متجانس ظهريا. لا. محلول قطر دقائقه اقل من واحد نانو متر اي واي بالاختيار جيم. بقى انت كده بتسأل عن محلول. بقول مخلوط متجانس يمكن فصل دقائقه بالترشيح. المتجانس لا يمكن فصل مكونات دقائقه بالترشيح. سؤال رقم تلاتة بيقول لي مسحوق ملح الطعام يعتبر ملح الطعام مسحوق هو قال ملح الطعام بس يبقى يعتبر مركب لانه ما خلطوش مع حاجة. ايه لو قال لي مسحوق ملح الطعام في الماء كنا اختار له محلولي. الاختيار بتاعنا هيكون ايه? الف. سؤال رقم اربع بقول لي هتكون مخلوط سكر في الكايروسين. من دقائق كل منها قد يسام. طبعا السكر لا يزوب في الكايروسين. هو يزوب في الماء ويكون محلول. والسكر في الكايروسين. وكلوريد السوديوم في الكايروسين. وكلوريد الكوبالت السنائي في الكايروسين عبارة عن معلقات. فببقى معلق اكتر دقائقه اكبر من واحد نانو. فطبعا احنا هنا اللي دورنا هيبقى عند تسعمية وتمانين نانو متر. اكبر من معلق اكبر من الف نانو. معليش? اكبر من الف نانو. تسعمية وتمانين اقل من الف. واحد من عشر نانو اقل من واحد نانو مية اقل يبقى نختار له الاختيار ايه? لان المعلق معروف ان اكتر دقائقه بتكون اكبر من الف نانو يبقى نختار له عشر تلاف نانو اللي هو الاختيار ايه? راح بعد كده للسؤال رقم خمسة. بقول ايا مما يأتي لا يعتبر من الانظمة للمعلقة. المضادات الحيوية التي يلزم رجها قبل الاستعمال. ديت معلقات يا شباب. بيبقى حتى مكتوب عليه معلق ده. الامطار الموحلة ديت بتبقى معلقات. ان الطامي ده بيبقى معلق. بتبقى تعرف تمايز مكونات وبهين. القهوة تعتبر معلق. المشروبات الغازية ديت عبارة عن محليل. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون دهل. صار رقم ستة بقول لي عند سقوط شوعة ضوء على كأس تحتوى على خليط من الماء والطامي. احنا ليس قالين ان الماء والطامي والامطار المحلة في السؤال اللي فوق عبارة عن معلقات. فانها يتشتت واستدل من ذلك. احنا عندنا اللي بيشتت الضوء نعيني. القرويات تشتت الضوء. والمعلقات تشتت الضوء. المعلقات الغير راسبة اللي هي بتبقى مرجوجة يعني. المعلقات المرجوجة. انصح التعبير. حضرتك الكلام ده موجود عندك في صفحة امتين اربعة وعشرين. عامل المقارنة بين المعلق والغروي والمحلول. فهنا بيقول لي نفذية الضوء. ينفذ الضوء الساقط في المحلول. ويتشتت الضوء الساقط على الغروي. ويتشتت الضوء الساقط على المعلق بسبب اكتر الضقاء. يبقى هنا كده الضوء بيتشتت في حالتين. في حالة المعلق وفي حالة مين? الغروية. يبقى هنا كده الراجل بيقول لي طالما تشتت الضوء يبقى النظام بتاعنا نظام غروي. طبعا مش لازم يبقى غروي. واحنا عارفين ان الماء والطام بيمكن تمييز مكوناته بالعين الايه? المجرادة ما يبقاش غروي. محليل متجنسة او مخلط متجنسة لا. لانظمة المعلقة ايوة يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار جيم. وطبعا مخلوط متجنس ومحلول نفس المعنى يبقى نستبعدهم. ونختار له ما بين الف ويه. اخر صفحة في حلقة اليوم. سؤال رقم سبعة. بيقول لي ايا من الكؤوس التالية او الاتية يتشتت الضوء عند مروره في سائل. هنا بيقول لي زيت خروعة في ماء. زيت ما بيدوبش في الماء. يبقى الزيت ده هو بيكون ايه? معلق. طيب هنا بنزين يبقى ده نقي. مزيب نقي. يبقى كأنه محلول يبقى. يعاند الضوء. هنا مستحلى بالزيت والخل. مستحلى بالزيت والخل ليعتبر من الغرويات. موجود عندنا محلول سكري. يبقى ده هو محلول والمحلول ينفذ الضوء. طبعا هنا بقى عندي الاختيار الف والاختيار جيم. هنا معلقات وهنا غرويات. ولكن زيت الخروعة هنا بيبقى مكون طبقة فوق في الضوء هيعد من خلاله. لانه هو مسلط الضوء في الجزء بتاع المية بس. هو هنا كتب ايه? زيت خروعة بس ما اكتبش. ده زيت خروعة. ده مزيب نقي تمامي. بقى ده مش معلق. يبقى هنا الغرو اللي موجود عندنا في الاختيار مين? جيم. انا فكرته زيت خروعة في ماء. هو زيت خروعة بس. يبقى ده مزيب نقي. ده مزيب نقي. ده محلول الضوء هيتشتت عند سقوطه على الغرويات اللي هو في الشكل. جيم. سؤال رقم تمانية. بيقول لي هنا الشكل المقابل. الشكل المقابل لعبوة مايونيز وهو عبارة عن بيض منتشر في زيت. طبعا المايونيز من الغرويات. بالاضافة لمكونات اخرى. ما نوع المايونيز كخليط. بيقول لي محلول متجانس. لا هو غروي. معلق متجانس ظهريا كلمة معلق ديت غلط. غرو متجانس ظهريا فعلا جيب الاختيار بتاعنا هيكون. جيم لان انت عارف ان الغرويات متجانسة ظهريا غير متجانسة فعلا. سؤال رقم تسعة. بيقول لي الفوم والمعروف عند العامة باسم الاسفنج الصناعة. يعتبر نوع من الانزمة الغروية المشابهة لنوعي. طبعا هنا بيبقى عبارة عن نضة صلبة فيها غازات. يبقى هنا كده غاز في سائل. غاز في سائل. طيب بيقول لي هنا كده غاز في صلب. غاز في صلب. غاز في صلب. عفوا. غاز في صلب. جل الشعر. جل الشعر لا. الدم. ده صلبة في سائل. زلال البيض المخفوق. بيبقى زلال البيض المخفوق. لا. حلوة الهلام. ايوة ده عبارة عن غاز بيدخل بين جزيات الايه السوق. عاوز تتأكد. هترجع للجدول بتاع الغرويات اللي موجودة عندك. احنا اول حاجة قلنا ان الاسفنج ده عبارة عن غاز بيبقى موجود بين جزيات المادة الصلبة. هو اللي بيبقى نفيه خاكب. وبالتالي بدأ غاز في ايه? في صلب. الغاز في الصلب بيبقى ده بفين او بيشبه مين? حلوة الهلام. في عندي جدول للغرويات هنرجع له كده. نتأكد من اللي احنا قلناه. اولا. اولا. غاز في سائل ده زيك كريمة وزلال البيض المخفوق. لذلك احنا مخترناش زلال البيض المخفوق. طيب غاز في صلب حلوة الهلام المصنوع من السكر اللي هي جلوكوز. طيب او المصنوع من السكر. طيب احنا كان عندنا ايه كمان في الاختياري? كان موجود في الاختياري جل الشعر. جل الشعر هوا لو دورنا عليه جل الشعر مش موجود هنا. جل الشعر عبارة عن سائل في ايه? في صلب. يبقى برضو ما نختاروش. كان موجود في الاختياري الدم. الدم عبارة عن صلب فيه صلب في سائل. تمام يا شعوب كده? يبقى ليه احنا اخترنا حلوة الهلام? عشان نغاز في ايه? في صلب. وروح بعد كده للسؤال رقم عشرة. يتشابه الجلي مع جل الشعر. فانك لهم طبعا الاتنين بيبقوا غرويات عبارة عن عبارة عن غرويات. فبيقول هنا المخليط بتاعتنا متجنسة. لا مش متجنسة. محليل لا. مخليط سائل في صلب. ايهو مخلوط سائل في صلب. وبيبقى من الغرويات. طبعا مش معلقات. يبقى نستبعد مين? نستبعد ديل. نروح بعد كده لسؤال رقم حداشر. بيقولي ايا مما يأتي لا يعتبر من الغرويات. مسحو لبن البودرة في المياه. ده غروي. دقائق الغبار في الهوى. غروي. غاز في صلب. مسحو نطارات الكالسام في الماء. نطارات الكالسام في الماء. نطارات الكالسام بيدوب في الماء. يبادى محلول. وهو بقولي لا يعتبر من الغرويات. يبقى انا بدور على محلول او معلق. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون جيم. الدهنات طبعا من الغرويات زي ما احنا عارفين. كده نبقى وصلنا لانهاية حلقة اليوم. انتظرونا ان شاء الله في حلقات قادمة بالتوفيق الشباب في ماء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.